في الواقع نعم بدأت تبرز تعليقات ردا على خطاب أميني عام حزب الله حسن نصر الله وهذه التعليقات من شخصيات معارضة لحزب الله أكدت بأن حزب الله ماض في سياسته التي لا يريد فيها أن يخوض حربا مع إسرائيل وبأنه فقط يريد أن يقوي نفوذه في داخل لبنان لذا الكلام الأكثر بلاغة لأميني عام حزب الله حسن نصر الله تركز على لبنان ووجه كلامه للبنانيين عندما تحدث عن القوانين الدولية وهو بذلك يشير إلى الضغط المفترض أن يأتي في الأسبوع القليلة المقبلة لتطبيق القرار 17-01 وهذا الكلام المتكرر عن انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني وأن يسحب كل قواته من جنوب الليطاني إذن الدعوة الأساسية التي وجهها نصر الله هي هذا الوضع الوضع في جنوب لبنان الوضع في لبنان وجه بالطبع رسالة لإسرائيل أولا بالقول إن الكلمة للميدان وهذا ردا على أي رد محتمل لحزب الله على اغتيال العروري ولكن الرسالة الأبلغ كانت لإسرائيل بتهديدها بأنها إذا شنت حربا على لبنان فهو سيكون الرد قويا من حزب الله إذن التعليقات التي بدأت تبرز على كلام نصر الله نعم استبعدت أن يكون هناك رد عنيف ردا على اغتيال العروري وأما المصادر أو الأوساط المؤيدة لنصر الله بدأت تقول إن هذا الرد سيكون آتيا ولكن ننتظر الميدان قد يكون في وقت ومكان مناسبين يحددهما حزب الله في أي حال الآن المنعطف لا يزال موجودا في لبنان الترقب في بيروت كبير اغتيال العروري هو محطة من المحطات التي برزت في لبنان بعد طوفان الأقصى طبعا الوضع لم يعد كما كان عليه في السابق ولكن الخشية من حرب طويلة ليست موجودة إنما الخشية موجودة من ضربات متتالية قد تعمد إليها إسرائيل خصوصا أن في لبنان وفي الأماكن التي يسيطر عليها حزب الله هناك قيادات فلسطينية متعددة وأيضا هناك قيادي حزب الله الآن الوضع لم يكن كما كان عليه في السابق من حيث الحرب الباردة الآن هناك مواجهة عسكرية مواجهة أمنية مواجهة تقنية والخشية لدى اللبنانيين أن يكونوا هم أيضا يدفع ثمن هذه المواجهة التي تبدو طويلة ومستمرة بأشكال أخرى قد لا تكون حربا واسعة ولكنها موجودة على الأقل بتداعياتها الكثيرة ترجمة نانسي قنقر